اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع سعادة الأدميرال روبا والرئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وسعادة سفير بوريس روغ الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في الحلف وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة وجرى خلال اجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين وحلف شمال الأطلسي في المجالة ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود التي تبذل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر